إنما النهاردة الحقيقة صدر واحد من القوانين الصادر من الرئاسة عملين نقرأه كده مش عارف الحقيقة نروح فين نيجي منين يعني أنا الحقيقة محتار انتوا عارفين عندنا حضراتكو في ملاحة داخلية أو نقل نهري داخلي او والله احنا عندنا المفروض بالمناسبة احنا مقصرين جدا جدا في حق النقل النهري انت عندك نهر نيل جايب من جنوب مصر شمال كان قديما قديما حضراتكو معروف ان كان التنقل كان ممكن جدا تلاقي ساعتك عبر من مصر السودان تنقل عبر توبيس النهري كنا بس بنركب احنا صغرين لتوبيس النهري هناك لما اروح الجيزة عشان استمتع في رحلة كده الى حديقة الحيوان ما مشا كونيش النيل طبعا علشان نهر النيل بطوله كله بنسمع كل فترة عن معدية شغالة على نهر النيل على احد فروعه وتعمل بدون ترخيص فاحنا ما عندناش نقل نهري وانا طبعا قديما سمعت انا ابحاثت عملت ان ممكن ان نقل النهري ده يكون بديل للنقل البري انت مع الزحام القيارة الكبير ممكن ان اعملت ساعتك حاجات جميلة كده بالنقل نهري في نهر النيل ويقف قدام الاحياء ويبقى فيه كام اكتر من مرسى رائع طبعا فيه هيئة هيئة خاصة بالنقل النهري اللاية دي طبعا خاصة بقى مش بس بالتوبس النهري والمعاديات ده برضو خاصة بكل ما يخص العوامات والزهبيات والمعاديات كل ما يخص انما النهاردة القرار المحير فيه حقيقة لما قراته انه بيبحث عن ترخيص المعاديات دي او العوامات دي شي كويس انا عارفين المعاديات او العوامات او كل ما هو النقل النهري فيه مصائب وكوارث بتحصل غالبا يسفر عنها ضحايا بشرية اليوم ساعدتك لما تلاقي القرار او قانون صدر من رئاسة الجمهورية بيعاد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ثم تجد اي انسان لو عنده حتى معدية هيعديها كده من الى مطلوب منه ترخيص فبدل من بسط له الموضوع اخليه يلف على 14 وزارة محطوط في القانون كده عشان ياخد ترخيص يمنح ترخيص المعاديات او يمنح ترخيص العوامات او كل ما يخص النقل النهري لابد قدام ساعتك من التنصيق مع وزارات الدفاع الداخلية الزراعة المالية التنمية المحلية الموارد المائية والرأي التخطيط التضامن التعاون الدولي الاسسمار السياحة والاثار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وهيئة الاسعاف المصرية فما عرفش ساعتك النهاردة هل احنا بانبسط على الناس هل القوانين بتنزل علشان مرونة وسيولة للاجراءات ولا النهاردة انا لو عندي النهاردة باي حال من الاحوال اي وسيلة من وسائل النقل النهري اعود منتظر 14 موافقة لـ 14 وزارة والله اعلم انا اللي حمر بنفسي على مدام مرفض في الدور التاسع اديها الطلب في التسع في الـ 14 وزارة ولا هو الطلب هتنقل ازاي انما ده القانون النهاردة بقولوا حضراتكم لا ندري ماذا وراء هذا القانون ولا ده تسير النقل النهري ولا ده لعدام واغلاق النقل النهري اشتركوا في القناة